في قرية الأقواز في بني مازن وعلى بعد نحو عشرة كيلو مترات من مدينة أبهى نشأت فكرة لشاب سعودي في عمل مقهى منزلي فوق سطح بيته بمساعدة زوجته وبناته ليصبح هذا المقهى ذا شعبية متفردة وزيارات طوال اليوم لما لهذا المكان من طابع ريفي وطبيعي جذاب إجازة طويلة وعندي مبرق بسيط كنت وقفت في البيت هاقي فقلت أستغل لوقتي وأستغل للمبلغ البسيط اللي معايا أصلح مشروع الموقع عندنا كان يساعد استشارت الله قال ونساعدك فيما عندنا مشكلة استشارت الوالد وقلت يا أبوي أنا أصلح مشروع عندي في السطح قال السطح تحت أمرك وتفضل وكان من الدائمين لأن المبلغ انتهى ودعمني بعض المال والحمد لله دانا ودرر ورولا يتولين تسجيل طلبات زبائن المقهى وأخذها لوالدتهم التي تقوم بإعداد القهوة والشاي والحلويات بأنواعها كافة وبأسعار مناسبة ومن ثم تقديمها للزائرين الذين سبق وأنحجزوا المكان منذ وقت مبكر من اليوم أنا أسمي دانا أعطي الناس اللي بديوا الطلبات وأعطيهم الأكل حقهم وأروح أعطي أمي شيء اللي طلبوا إذا روح الناس أنظف وأشتغل بعدهم أشوف شي يحتاجون من الطلبات أعطيها لأمي تقول لي أمي أشتغلوا أعطيها الورقة وهي تويها وأرجع أعطيهم الطلب المكان لقي رواجا كبيرا بسبب ارتفاع موقعه المطل على القرية الجميلة والمدرجات الزراعية ومعانقة السحاب للزائرين حتى بات أحد أهم اهتمامات الأهالي والسياح نايف لحمري العربية بني مازن